أهلاً وصلاً بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التعطية اللي بنأسف يعني أنه هي لا تحمل ربما أخبار سارة لأغلب الناس بنرجع مرة تانية لسلالة ديلتا والأطفال منظمة الصحة العالمية حذرت من زيادة إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد نتيجة انتشار متحور ديلتا الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمنظمة قال إننا وجدنا زيادة في إصابة الأطفال بمتحور ديلتا مقارنة بالتحورات الأخرى ودخل بعض الأطفال بالفعل إلى المستشفيات يعني نتيجة جسامة الأعراض أشار إلى أن التحور ديلتا أصبح الأكثر شيوعاً في الفترة الأخيرة وقال كمان في تصريحاته إنه التحور نعدي للغاية وقمنا بتقدير مدى جسامة الأثر الخاص بهذا الفيروس ووجدنا أنه عنيف للغاية ويمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة لدينا عدد من الإحصاءات الصادمة المتعلقة بأثر المتحور ديلتا إذ أشارت الدراسات إلى أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور ديلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% دفل متوسط على خطر يعني احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية كما أن خطر الوفاة بيزيد بنسبة 137% أيضاً في المتوسط ووفقاً لموقع هيلثلاين الطبي فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 94 ألف حالة إصابة بكورونا للأطفال في أسبوع واحد وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لكن بعد استمرار الأعراض ثبت أن هذه العدوى ليست كورونا الأصلية بل هي ديلتا بلس وأشار التقرير إلى أن التعرض للإصابة بالسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق هو أقل شيوعاً عند الإصابة بمتغير ديلتا بلس لكن صدع والتهاب الحل وسيلان الأنف والحمى هي من الأعراض الرئيسية للإصابة بديلتا بلس وقال مدير مركز اللقاحات والطبيب المعالج في قسم الأمراض المعدية في أحد المستشفيات مستشفيات الأطفال الرئيسية في ولاية فلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية إن متغير ديلتا بلس بيعدل أكثر عدوى وانتشاراً وهذا هو السبب في كثرة إصابة الأطفال بهذا المتحور وأيضاً وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سي دي سي الأمريكي فإن متغير ديلتا بلس بينتشر بشكل سريع ولكنه يشكل خطراً كبيراً على الأطفال لأنهم غير محصنين أي غير مصرح لهم بتناول اللقاح الذي يساعد على الثماية وتقليل فرص الإصابة به وهذا بيضعهم في أعلى فئة للإصابة بالفيروس ده حسب سي دي سي الأمريكي المشكلة الأكبر أنه الأطفال اللي بيعانوا من مشاكل طبية زيهم زي البالغين هيكونوا كمان أكثر عرضة لخطر المضاعفات وصحيح أن أغلب الأطفال نجوا من المضاعفات الخطيرة لكورونا طول فترة الوباء اللي فاتت لكن مؤخراً كان فيه تقارير حديثة عن دخول الأطفال إلى العناية المركزة بسبب كورونا وتم تشخيص المزيد من الأطفال بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية في أرقام خطيرة أخرى حيث رصدت ولايتين لويزيانا وفلوريدا الأمريكيتين ازدياد عدد الأطفال المرضى بكورونا في الولايتين ومش على نحو عادي لكن على نحو كبير جداً وده خلال الأسبوعين اللي فاتوا مع تفشي متغير دلتا من فيروس كورونا بيعتقد الخبراء أن هذه الزيادات بترجع إلى مدى سهولة انتشار متغير دلتا بين سكان غير متعامين والأطفال الصغار ليسوا مؤهلين للحصول على اللقاح حتى الآن وللأسف عدد من الأطباء والمسؤولين الصحيين وصفوا الموضوع بأنه هو أسوأ كبوس الأحصائيات اللي قدامنا بتقول أن الأطفال قد شكلوا من بداية الوباء 14% من جميع الحالات لكن هذه النسبة ارتفعت أخيرا إلى 19% من الحالات اللي تم الإبلاغ عنها أسبوعيا في حين أن الحالات بينهم بتنموا بمعدل يعني بيؤشر للخطر واعتبر أحد الخبراء أن البديل دلتا من فيروس كورونا هو أسوأ كبوس لأخصائي الأمراض المعدية فالزيادة في الحالات بتظهر بوضوح إمكانات الفيروس حتى في الأطفال الصغار الذين يتمتعون بصحة جيدة أخصائي الأمراض المعدية بجامعة بالا الأمريكية الشهيرة وتالت أقدم جامعة على مستوى الولايات المتحدة قال صحيح أن الأطفال عندهم مخاطر أقل لكن نسبة صغيرة منهم بيعانوا من مضاعفات خاصة عندما يكون البديل أكثر عدوى زي دلتا فإنه سيؤدي إلى يعني بطبيعة الحال إلى عدم زيادة في معدل الاستشفاء مع العلم أن الأمر في النهاية يعتمد على صحة الطفل الأساسية وأوضح تماما زي البلغين بيكون الأطفال بيعانوا من مشاكل طبية أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات طبعا ده أحد الأخصائيين طبعا بنذكر حضراتكم بأنه سلالة دلتا قد تم الكشف عن وجودها في مصر مؤخرا وهو أمر كان متوقع من يعني بداية الحديث عنها وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح سلالة دلتا هي السلالة المهيمنة في إصابات كورونا حول العالم لسهولة انتشارها الشديد بين البشر بمعنى أن كل الإصابات القادمة من فيروس كورونا على الأرجح هتكون إصابة بفيروس دلتا طبعا يعني ربنا يحفظ كل أطفال مصر وأطفال العالم كله نتمنى ليكم جميعا السلامة بنشكركم على متابعتنا في هذه التعطية حول آخر تطورات متحور دلتا وعلاقته بالأطفال وبتأكيد أنتابع معاكم دايما كل ما يكون فيه جديد عن هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا شكرا جزيلا ليكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا ليكم وإلى اللقاء